ممكن أسأل كمان هيك نشوف كيف إحنا معنا شوية وقت يمكن ربع ساعة في أشعية 45 بقول عن الله أنه هو مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر يعني على طول أقول لك شو ردك على هذا السؤال سداني يا أساس نزار أنا خدت شهور في دراسة هذه الآية وباختصار شديد علشان توضح لذهن المشاهد لما أجل حتة خالق الشر اللي يقراها يقولها يبقى أي شر ربنا هو اللي عمله حد يجي له كانسر ربنا هو اللي جابه بلوه في بلد يبقى هو اللي عملها إلى آخره لما درست أولا نقول القرينة بتاعتها الآية دي اتقالت إمتى؟ إمتى؟ سنة كام؟ ليه؟ نقرأ أول آية في شعياء 45 عن كورش يبقى تقالت إمتى؟ إثناء العصر الفارسي وهم في عند كورش نعم في الوقت ده كان فيه عندهم بيعبدوا إلهيا أهورة وآهرمان إله الخير وإله الشر والناس تعبد إله الخير عشان يديهم خير يعبدوا إله الشر عشان يبعد عنهم الشر تمام؟ اللي حصل في الوقت ده روح تدارس كلمة الشر إيه المقصود بيها؟ هل المقصود بيها الشر بالكلمة دي؟ هل المقصود بيها المرض؟ هل المقصود بيها حرب؟ إلى آخره؟ أبدا ده كان المقصود بيها صدقني ده راستها بكل قرائنها المقصود بيها السابي اللي هم كانوا فيه كان بالنسبة لهم ده منتهى الشر إزاي الرب يسمح نبى في البالوة دي في السابي ده وعندي آيات كتير على كده ما فيش وقت لها لكن هم بيقولوا الشر وبيعبدوا إلهيا جه الرب في الآية دي بالذات أولا كان بيؤكد على تلات حاجات الحاجة الأولى وحدانية الله مفيش إله للخير وإله للشر أنا الله أنا الله أنا الله جاي خمستاشر مرة في الأصحاح ده ويأكد كثير أنا الله وليس آخر أنا الله لا إله سواي ليه بيقول ليس آخر لا إله سواي عشان الإيمان بإلهين بيقولوا مفيش إلهين السابي ده مش عمله لكو وقاهرمن لا ده ده كله تحت سلطاني تحت سلطاني فيقول أنا الله وليس آخر فكان كل التأكيد كل التأكيد إن هو إله متحكم في كل ما يحدث كل ما يحدث فأول حاجة وحدانية الله اتنين سيادة وسلطان الله سيادة وسلطانه ليه؟ وهم في السابي رودتهم فكرة ضعف يهوة لأن كان الإله القوي هو اللي شعبه ينتصر فقالوا بس ديب إلهنا ضعيف ديب إله الأشهرين أقوم من إلهنا فلما تقرى الأصحاح يكلمهم عن الآلهة اللي بتصنع بينما فيه إله بيصنع الآلهة اللي بتحمل والإلهة اللي بيحمل فبيقول لهم مين أنا علشان تشبهونني وتساونني وبيقول لهم ده دول بيجيبوا الفضة في الكيس ويفضوها ويصنعوا إله ويشيلوا الإله ويحطوا الإلهة في مكانه ومن مكانه لا يبرح فتيجوا تقرنوني أنا بالإلهة اللي تصنع فلما رودتهم فكرة ضعف يهوة قال لهم أنا صاحب السلطان والحاجة الثالثة بر يهوة وبر يهوة المقصود بيها إن لأني إله بار البر ليه جانب إيجابي وجانب سلبي الجانب الثاني البر يخليني أقدب حضرتك أب لما نقول أنت أب صالح جزء من صلاحك إنك تقدب ابنك الغلط مش كده أقول لي فأنت غلطته فأنا بقدبكه وده جزء من التأديب فاللي إنتوا شايفينه شر أول تاني المقصود به السابي ده أنا ده تحت سلطاني وأنا سمحت به وسمحت به لو جبت قراءة تانية لفترة معينة في الإصحاح اللي بعده وهخرجكم من ده إلى خير تاني يتكلم عن إله بيل بالضبط وبعدين إنه محمولة على الحمير حتى الحمير صرت تجد وتشكي من الحمل أنا حملتكم فعن بعلمهم درس يعني في هذا الموضوع فأدي أدي اللي كان بيعلنوا الله فلما يقول إن أنا خالق الشر ما يقصدش كلمة الشر على العموم اللي في مفهومنا النهار ده إنه المصدر يعني آه لكن يقصد السابي اللي هم فيه وإنه هو اللي سامح بيه إن كل شيء تحت سلطاني كل شيء تحت سلطاني بعدين لما منقرأ في كل القريني كلها بيشوف معاملات الله معهم طبعا يعني هذا الشيء رابع ممكن نضيفه معاملات الله إنه ما بتنتهيش عند محدودية الإنسان وخطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان طبعا يعني حتى هذا الفشل اللي أنتو سبب لكو التعب والسابي حولوا للخير باستخدام مسيحه اللي هو ممسوح من الله بالضبط كوروش حتى يرجعكوا من السابي إلى أرض النعال واحد يؤدي يتأمل يقول إزاي كوروش يعني يقول ونبه الرب روح كوروش يعني أطلق ندايا بعودة الشعب مين نبهه مش ده يؤكد سلطان الله كله تحت سلطانه